ندخل بقى مع حضراتكم فيه تفاصيل النادي الاهلي تعالوا نبتدي بالنادي الاهلي طبعا الاهلي بيواصل تدريباته أكيد استعدادا لمباراة المقاولين العرب بكرا إن شاء الله على أستاذ الاهلي بالسلام المباراة المؤجلة من الجولة رقم 17 في بطولة الدوري المصري مبارح خاض لعيبة النادي الاهلي اللي شاركه في مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية للتخلص طبعا من الإجهاد العضلي اللي كانوا بيشعروا بيه كلهم وقدى باقي اللاعبين التبرين كاملا بالنسبة بقى لعمر السلية والحسين الشحات فبرضو عايزين أعرف حضراتكم أن هم بيواصلوا حاليا برنامجهم التأهيل بعد شكوى الثنائي من إصابة في عضلة السمانة إن شاء الله تكون حاجة بسيطة ويرجعوا مرة تانية وبسرعة جدا إن شاء الله كل موسم بيبقى مختلف كل موسم بيحمل إصابات مختلفة كمان حاليا نقول للأسف الشديد بتدخل كل مرة وبتقول يا رب الموسم ده تبقى الإصابات أقل من الموسم اللي قبلي لكن يعني للأسف الشديد برضو بيكون في إصابات بس مهم إن إحنا زي ما أنت بتكلم نحن نطمن حضراتكم على اللاعبات